أهلا بكم مشاهدين البداية من صحيفة التايمز البريطانية وفيها مقال كتبه اللاعب السابق في المنتخب الإنجليزي لكرة القدم جون بارنز يصف ما يعتبره تمادي الغرب في إلقاء الدروس على قطر بمناسبة بطولة كأس العالم بأنه عجرفة يضيف بارنز أن الزمن تغير ولم يعد مقبولا أن يسمح الأوروبي لنفسه بإعطاء الدروس وللعالم ويشعر بأنه من حقه أن يربي ويعلم يحضر الشعوب والثقافات التي يرها دونيا ويمضي قائلا رأينا خلال السنوات العشر الماضية الفوائد التعليمية والمهنية والمالية التي تمنحها قطر لكرة القدم في الدول النامية وبعد هذه البطولة سيتم تفكيك الملاعب لمنحها إلى بلدان محرومة مضيفا أن إرث قطر 2022 لن يضاهيه أي بلد آخر في تاريخ كأس العالم بارنز يلفت إلى أن الكثير من التقدم تحقق في مجال حقوق الإنسان والعمالة منذ فازت قطر بتنظيم البطولة مع تحسينات في الإسكان والمرافق والأجور ويختم بالقول أن خلط الرياضة بالسياسة والأخلاق والدين يعقد الأمور قطر أظهرت أن الاتفاقيات الإبراهيمية لم تغير شيئا في العلاقات العربية الإسرائيلية هذا ما عنونت به جاروزولم بوست الإسرائيلية أحد مقالاتها يذكر المقال باتفاقية أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويقول أنها لم تغير من نظرة العرب للإسرائيليين كمغتصبين للأرض الفلسطينية وبعد أكثر من عشرين عاما يكتشف الصحفيون ومشجعوا الكرة الإسرائيليون ذلك في مونديال كطر على الرغم من اتفاقيات التطبيع مع دول عربية عدة لقد تبين في نهاية المطاف أن الاعتقاد بأن الإسرائيليين أصبحوا محبوبين في الشرق الأوسط غير حقيقي يضيف التقرير مشيرا إلى قول مراسل إسرائيلي في إحدى مدخلاته التلفزيونية خلال تغطيته لمونديال كطر إن الوضع يعكس تطبيعا بين الحكومات فقط وليس بين الشعوب في شأن آخر دعا مقال في صحيفة داهل الأمريكية إلى التركيز على الوضع في شمال شرق سوريا قبل فوات الأوان وقبل أن تصبح التكليفة باهظة كما قال وأوضح المقال أن الغرب وجه تركيزه إلى أوكرانيا ونحو تعزيز دور حلف النيتو في أوروبا متجاهلا مناطق شمال شرق سوريا التي تشهد مواجهات مسلحة قد تنزلق نحو الأسوأ وحذر المقال من أن المواجهات المسلحة كالتي تجري على الحدود السورية التركية كثيرا ما تتطور إلى حروب أوسع كما لفت إلى ما اعتبره دورا مؤذيا تلعبه روسيا لعرقلة الخطط الأمريكية في المنطقة والالتفاف على قرارات الأمم المتحدة هناك كتبت إليزيا فولكمان عما اعتبرته قلقا أوروبيا من بعض الإجراءات التقنية الجديدة التي وضعتها السلطات التونسية بهدف التحكم في حركة التصدير والاستراد ونسبت الكاتبة إلى رسالة مسربة يعتقد أن مسؤولا أوروبيا رفيعا أرسلها إلى الحكومة التونسية تحمل قلق الاتحاد الأوروبي من الإجراءات الجديدة ورأى فيها أن هذه الإجراءات تضيق على حركة الصادرات الأوروبية الموجهة لدعم الصناعة والتجارة في تونس ورفض مسؤولا في الاتحاد الأوروبي التعليق على مضمون الرسالة لكنه قال في المقابل أن الاتحاد أعرب عن قلقه من بعض الإجراءات التقنية التي يرى أنها تعرقل صادراته إلى تونس قالت الكاتبة لزا كوكمان في مقال بمجالة فورين بوليسي إنما سمتها حملة الإرهاب التي تشنها روسيا على محطات توليد الكهرباء في أوكرانيا تطفئ الأضواء لكنها ترفع وطيرة المقاومة تشير الكاتبة إلى أن روسيا تستخدم الشتاء الباردة في أوكرانيا سلاحا من خلال استهداف إمدادات الطاقة والحرارة لترويع السكان مضيفة أن موسكو أطلقت مئات الصواريخ على محطات الطاقة الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية الرئيسية في الأسبوع الأخيرة الكاتبة تعتبر أن أوكرانيا مصممة على المقاومة لافتة إلى لجوء المسؤولين والمدنيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لترديد الرسالة ذاتها وهي أنهم يفضلون الحياة في الظلام على العيش تحت سيطرة روسيا ويحاول المتطوعون العثور على مولدات كهربائية يسم إرسال معظمها للجيش أو ملاجئ النزوح تقول الكاتبة توقع الكاتب كريسوفر بلاتمن في مجلة فورين أفيرز أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستطول أكثر على عكس الحروب التي شهدها العالم في العقود الماضية والتي لم تدم أكثر من ثلاثة شهور إلى أربعة قال الكاتب إن المخططين الحربيين الروس لم يتوقعوا أن تدوم حربهم في أوكرانيا كل هذه المدة مضيفا أن أحد أسباب هذه الاستمرارية هو المقاومة الأوكرانية التي لم ينتظرها الروس من الأسباب الأخرى لاستمرار الحرب الروسية وفق الكاتب أنها مدفوعة بمنطلقات عقائدية ومن إنكار روسي متجذر لوجود الدولة الأوكرانية نختم هذه الجولة الموجزة